أعوذي الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تحليل بيئي معالية المياه Water Treatment وهذه الوحدة الخامسة ونواصل في شرح محتوياتها في هذا المقطع معالية مياه الصرف الصحي Waste Water Treatment معالية مياه الصرف الصحي لما سمى بWaste Water Treatment هي مجموعة من العمليات الطبيعية والكيميائية والأحيائية التي يتم فيها إزالة المواد الصلبة والعضوية والكائنات الدقيقة أو تغليلها لدرجة مقبولة وقد يشمل ذلك إزالة بعض العناصر الغذائية ذات التركيزات العالية مثل الفوسفور والنيتروجين في تلك المياه إذن هذا تعريف واضح بالنسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي اللي هي عمليات طبيعية وكيميائية وأحيائية أو حيوية لإزالة المواد الصلبة والعضوية والكائنات الدقيقة الموجودة كملوسة في مياه الصرف الصحي إذن هناك ثلاثة عمليات لإزالة ثلاثة ملوسات موجودة صلبة عضوية وكائنات دقيقة ويمكن تقسيم تلك العمليات حسب درجة المعالجة حسب الدرجة بتاعة المعالجة إلى عمليات تمهيدية والتمهيدية هذه ممكن نعرفها بالغربلة في مرحلة الغربلة والتخلص من الأجسام الكبيرة من الأقصان والأحجار في هذه المرحلة نتخلص من حوالي 10% مواد عضوية وإلى 20% مواد عالقة المرحلة الثانية تعتبر معالجة كيميائية تعتبر معالجة كيميائية وفي هذه المرحلة يتم الترسيب ترسيب ترسيب بعض المواد وبهذا نتخلص من حوالي 50% حوالي 50% من المواد العضوية وحوالي 70% من المواد العالقة المرحلة الثانوية وفي هذه الحالة هذه تعتبر معالجة بيولوجية بيولوجية تعتبر معالجة بيولوجية أو معالجة حيوية للتخلص من المركبات العضوية وهنا نتخلص من حوالي 90% من المواد العضوية و85% من المواد العالقة المرحلة الثالثة أو المتقدمة وبذلك إذا اعتبرنا أن المرحلة التمهيدية غربلة فقط إذا نقول واحد واثنين وثلاثة تعتبر المرحلة المتقدمة أو المرحلة السلاسية وهنا يمكن أن تعتبر المعالجة كيميائية يمكن تعتبر معالجة كيميائية وهما تشمل التعقيم بإضافة الكلور وأيضاً يمكن تشمل الترسيب وترشيح وفي هذه المرحلة يمكن التخلص من 100% من المواد الملوثات أو من الملوثات كلها بشكل 100% من الملوثات يمكن التخلص من 100% من الملوثات إذن المرحلة الأولى لا يمكن استخدامها في أي شيء لا يمكن استخدامها في أي شيء المرحلة الثانية كذلك لا يمكن استخدامها في أي شيء في المرحلة الثالثة يمكن أن نستخدمها في ري أشجار الموالح والنخيل هذه المرحلة يمكن نستخدمها في الري ليش؟ أشجار النخيل أشجار النخيل والموالح المرحلة الرابعة يمكن أن نستخدمها في مشاريع الترفيه والزراع ترفيه والزراعة وبهذا شريعة ترفيه والزراعة وبهذا نصل إلى نهاية هذا المقطع ونواصل في شرح محترية هذه الوحدة في مقاطع أخرى إن شاء الله